السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في القناة مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم شاء الله سأقدم لكم وصفة رائعة وصفة ستفيدكم بإذن الله العديد منكم طالبوني بتقديم هذه الوصفة التي تساعد على التخلص من الجير المتراكم في الأسنان أيضا تساعد على إزالة رائحة الفم الكريهة لأن ذلك الجير الموجود في الأسنان هو الذي يعطي رائحة كريهة في الفم هذه الوصفة ستساعدكم على تنقية الفم من الجراتيم وتطهير الفم سنحتاج فيها مكون أساسي وموجود في كل بيت وطريقة سهلة وعملية لإزالة هذا الجير المتواجد بالأسنان بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة سنحتاج إلى كأس من الماء المغلى وسنحتاج إلى ملعقات طعام من الملح الملح له فوائد عديدة في التطهير أيضا في إزالة الجراتيم والميكروبات من الفم يمكنكم إضافة الليمون أو الحامض إلى هذه الوصفة ملعقة من عصير الحامض أو الليمون لهذه الوصفة بالنسبة للناس الذين لا يعانون من مشاكل الحساسية من الليمون أو الحامض بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة طريقة جد سهلة وبسيطة نقوم بأخذ كاس من الماء المغلى أو الكاس من الماء الساخن جدا نضيف إليه ملعقة طعام عفوا من الملح بهذا الشكل ونترك هذا الخليط حتى يبرد عفوا وفي نفس الوقت حتى تدوب الملح التي وضعنا بهذا الخليط نتركه حتى يبرد كما قلت لكم بعد ذلك نقوم بعمل مضمضة للفم بهذا المحلول أو هذا الغاسول الذي سيساعدكم على تنقية الفم نقوم بعمل مضمضة لمدة 3 ثواني ويجب المداومة على غسل الأسنان بالفرشات والمعجون بشكل يومي طبعا للحصول على نتائج مرضية هذه الوصفة نقوم بعملها 3 مرات في اليوم للحصول على نتائج رائعة أتمنى أن تفيدكم هذه الوصفة السهلة والبسيطة وفي نفس الوقت مفعولها جد رائع شكرا على تتبعكم لا تنسوا دعمنا بلايك لهذا الفيديو أيضا بارتاج لهذا الفيديو أو شير لهذا الفيديو ليستفيد من العديد من الناس شكرا على تتبعكم انتظروني في فيديو قادم إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بالجديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة